السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع مع بعض توصيل المقاومات على التوازي. في توصيل المقاومات على التوازي زي الشكل اللي موجود قدامك. لو انا بجيب بسيط على التيار اللي بيطلع من البطارية اللي هو اسمه اي توتل هيجي عند النقطة ديت ويتقسم الى فرعين. اي واحد واي اتنين. اي واحد واي اتنين هيمشوا في مسارات الى ان يلتقي تاني ويكونوا لي اي توتل. طالما التيار اتقسم عند نقطة. وتجمع عند نقطة تانية. بنقول ان المقاومات بين النقطتين دول متوصلين على التوازي. وبنقول ان في توصيل على التوازي ان الجهد لا يتجزأ. يعني فرق الجهد على المقاومة رقم واحد وفرق الجهد على المقاومة رقم اتنين هو نفسه فرق الجهد اللي موجود على جانبال ايه البطارية. ومتهاء اللي احنا شرحناها في فيديو سابق قبل كده ممكن ترجع له تاني بالتفصيل. وقال لي ايه كمان? قال لي ان التيار هو اللي بيتجزأ واحنا شرحنا ان الاي بيبدأ يخش يتقسم في الفرعين الى اي واحد واي اتنين. يعني اي توتل بتساوي اي واحد زي اه زائد اي اتنين. جميل جدا. النقطة ديت مهمة انا عملت للفيديو عشان خاطرها. بيقول لي ان يمر التيار الاكبر في المقاومة الاقل والعكس. بمعنى. لو انا حبيت اجيب التيار اللي في الفرع واحد ده. لو حبيت اجيب اي واحد. اي واحد بتساوي يا جماعة ركزوا معي. بتساوي ار اتنين. على مجموع الارين. ار اتنين على مجموع الارين. مضروبة في اي توتل. رجحها تاني بالراحة كده براحتك خالص. محدش بيجري ورق. لو انا عايز اجيب التيار اللي في الفرع واحد. بقول انه بيساوي. مقاومة الفرع الثاني. تقسيم مجموع المقاومتين بتوالفرعين. مضروبة في اي توتل. طب لو قلت لك اكتب لي اي تو بتساوي ايه. يلا نكتب مع بعض. اي تو بتساوي. ار واحد. على ار واحد زائد ار اتنين. مضروبة في الاي توتل. دي اسمها تيارات الفرع. المقاومة المكافأة بتكون اقل من اقل مقاومة. وكان قانونها ار اي كيو بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار ثلاثة وهكذا. الكل قس سالب اي يا شباب. قس سالب واحد او اعملها باي طريقة. ترايحة. النقطة اللي بعدها بيقول لي لو عندي مقاومتين بس. بنقول ان المقاومة المكافأة ليهم. بتساوي حاصل الدرب على حاصل الجامعة. يعني لو عندي المقاومتين واحد واتنين بتكون المقاومة المكافئة. supporting. على ار واحد زائد ار تو. اخر نقطة معنا عشان نهل المسألتين. بيقول لي اذا كان للمقاومات المتصلة نفس القيمة. بنقول ان المقاومة المكافأة بتساوي قيمة هذه المقاومة على العدد. يعني ان ده عدد المقاومات فأنا كده ونكتب الكلام قدامك هو وقف الفيديو أو يعمل أي حاجة حيث أن عدد المقاومات المتصلة على التويل سؤال رقم 20 بيقول لي تم توصيل مقاوم مجهول المقاومة يعني أنا عندي مقاومة مش عارف قيمتها أنا عندي مقاومة اسمها R أنا معرفش قيمتها كم تمام ومقاوم تبلغ مقاومته 35 أنا عندي مقاومة تانية قيمتها 35 طب إيه رأي حضرتك نسمي دي R1 لأنا مش عارفها ديت والتانية دي R2 يبقى أنا وصلت مقاومتين R1 مع R2 وصلناهم مع جهاز قوته الدفع 120 فولت دي الدلتا V بتساوي 120 فولت بطريقة تسمح بتدفق تيار شدته ده شدة التيار 11 أمبار ما قيمة المقاومة المجهولة 1 بتساوي كم بداية أنا معرفش أصلا أنا معرفش هي المقاومة دي متوصلة على التوالي ولا متوصلة على التوازي خلي بالك أنا بس بعمل حاجة كده أوكي مش عارف المقاومتين دول متوصلين توالي ولا توازي أقول لك تابطيكي نجرب كده أنا عندي فرق جهد وعندي شدة تيار أقدر أجيب RQ ولا لا أقدر أجيب RQ بتساوي دلتا V على I هتساوي 120 على 11 120 على 11 بالقال الحسبة بتاعتك تطلع كام هذه المية وعشرين هي على 11 تطلع 10 9 واحد يبقى قيمة المقاومة المكافئة 10 9 واحد طيب أنت مش ملاحظ أن المقاومة دي أقل من 35 استحالة كون على التوالي يعني لازم تكون المقاومة المجهولة متصلة على التوازي مع المقاومة 35 يعني أنا دلوقتي كأنني عندي بطارية هي وبعدين عندي مقاومة هي والمقاومة دي متوصلة مع مقاومة تاني اللي فوق اسمها R1 أنا معرفش قيمتها بتساوي كام التانية دي اسمها R2 بتساوي 35 أوم البطارية اللي فوق دي قوتها الدفع الكهربية 120 فولت يبقى ده توصيل يا شباب ده توصيل على التوازي ليه على التوازي لأن المقاومة المكافئة اللي هي RQ صغيرة أقل من 35 بقى لازم يكونوا متوصلين على التوازي طب ما أنا لسه قيل دلوقتي لما يكون عندي مقاومتين متوصلين على التوازي بنقول أن RQ بتساوي حاصل الضرب R1 في R2 على حاصل الجمع R1 زائد R2 يعني معنى كده إن إحنا هنعوض يؤدي إلى N هشيل الـ RQ وحط قيمتها ليه 10 بوينت 91 هتساوي R1 اللي أنا معرفش قيمتها ضرب 35 على R1 اللي أنا معرفش قيمتها زائد 35 حلها بأي شكل يريحك هتلاقي إن قيمة المقاومة المجهولة ممكن أحسبها كده هشوفها تساوي كام خليك معايا ثانية واحدة يبقى 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 قيمة هذه المقاومة خمسة بوينت تمانية خمسة يبقى قيمة المقاومة اللي راكبة اللي أنا مش عارف قيمتها أرواح بتساوي خمسة بوينت تمانية خمسة أوم تمام السؤال اللي بعديه بيقول لي ما التيار أرفع لك السؤال فوق شوية ما التيار المتدفق في المقاومة الذي تبلغ مقاومة عشرة التيار اللي ماشي في العشرة ده التيار اللي طالع هنا كده اللي هيعد في العشرة ده بالمناسبة ده اسمه أي توتر يعني كأنه بيقول لي عايز الأي توتر قيمته كام طيب مش أنا عندي المقاومتين دول متوصلين إيه دول متوصلين على التوازي صح كده أيوة متوصلين على التوازي يعني لو أنا حبيت أجيب المقاومة المكافأة بتاعتهم هنقول إن هي قيمتهم على العدد يعني تعالى نسمي كده المقاومات نسميها بالأسامي بأي حاجة هذه هذه R1 هذه R2 هذه R3 R بدل 2 و 3 هتساوي R على N هتساوي R على N هتساوي 20 على 2 هتساوي 10 يبقى أنا هشيل المقاومتين دول وأعمل بدلهم مقاومة 10 لأنهم متوصلين على التوازي يعني الدايرة هتبقى بالشكل دوت يا شباب يبقى أنا عندي هنا كده مقاومة اسمها R1 بتساوي 10 أوم وعندي هنا كده مقاومة برضو قيمتها 10 أوم اسمها R2 3 وعندي بطارية هنا إيه 60 فولت تمام طبعا انت شايف المقاومتين دول متوصلين مع بعض على التوالي التيار اللي معدي فيهم لا يتجزئ يعني معنا كده متوصلين على التوالي يبقى RQ خلاص RQ بتساوي مجموعهم يعني بتساوي 10 زائد 10 يعني هتساوي 20 أوم تمام جبت RQ تقدر تجيب تساوي دلتا V على RQ هتساوي 60 على 20 هتساوي 3 أمبير وده قيمة التيار اللي هتعدي في المقاومة رقم 10 سؤال 22 بيقول لي ما قيمة المقاومة المكافأة للمقاومات الخمسة في الدائرة اللي موجودة قدامك في الشكل دوت بص معايا كده تعالى نبعد عن البطارية خالص التيار اللي هيمشي في المقاومة 10 ديت هيكمل زي ما هو ويخش في المقاومة 20 يعني معنا كده المقاومة 10 والمقاومة 20 متوصلين مع بعض على التوالي على التوالي يعني المقاومة المكافأة بتاعتهم بتساوي مجموعهم يعني 10 زائد 20 بتساوي 30 يعني اقدر اشيلهم وحط بدلهم مقاومة كام يا شباب مقاومة 30 هيبقى الشكل موجود معايا كالتالي أنا عندي هنا كده مقاومة 50 زي ما هي محدش جي جنبها خالص وقاد البطارية بتاعتنا برضو محدش جي جنبها هنا في مقاومة 40 وبعد كده كمل الفرع ده كله اصبح في مقاومة واحدة قيمتها 30 وعندي هنا كان في مقاومة تانية قيمتها 30 طيب خلي بالك دلوقتي في حاجة مهمة قوي الطيار هيطلع من البطارية من ناحية الموجب من ناحية الموجب هيجي هنا عند النقطة واحد دي ويتقسم قدامه كم طريق برافو عليك قدامه 3 طرق ادي طريق ادي 2 ادي 3 انا عايزك تتتبع مسار التيار ده التلات طرق اللي يمشيهم دول هيجمعوا مع بعض تانية ولا مشي يجمعوا هيجمعوا في النقطة رقم 2 دي راجع كده مع نفسك في النقطة رقم 2 هلاقي ان التيار دوت هيجي لها والتيار اللي ماشي في المقاومة التلاتين دي والتلاتين دول هيتقابلوا مع بعض ويتجمعوا هنا ويجوا في النقطة رقم 2 ده معنى ان عايز اقول لك ان المقاومات اللي هي اربعين وثلاتين وثلاتين دول متوصلين مع بعض على التوازي لو انت مش مصدقني راجع تاني بالراحة كده يعني المقاومة المكافئة بتاعتهم هتساوي واحد على تلاتين زائد واحد على تلاتين زائد واحد على اربعين الكل استسالب واحد المقاومة المكافئة بتاعت التلات مقاومات دول عشان متوصلين مع بعض توازي يطلع كامل مقاومة المكافئة ليهم هتساوي عشرة تسعة واحد اوم. يعني اقدر اشيل التلات مقاومات دول وحط مقاومة واحدة. قيمتها عشرة واحد وتسعين اوم. وعندي مقاومة هنا خمسين اوم. واضي بطارية بتاعتي زي ما هي محدش جاي جنبها. ستين فولت. طبعا المقاومة الخمسين والمقاومة العشرة ضمن توصلين مع بعض على التوالي. يبقى بتساوي مجموعهم. يعني هتساوي ستين واحد وتسعين اوم. وهو المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.